تواصل الأزمة الأوكرانية احتلال صدارة الاهتمام الدولي وذلك نظراً لتأثيرها الكبير على العالم تشهد ساحة الأزمة تزايداً للمواجهات بين الطرفين مع لجوء أوكرانيا لترسانة السلاح الغربية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تفقد حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأصول الشمالي أفدت الوزارة أن مفرزة من السفن الحربية الروسية قد توجهت إلى البحر لأداء مهام من في منطقة القطب الشمالية بالمحيط المتجمد الشمالي أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم وذلك قرب مديق كيرتش وداء مضيفة أن هذا الجسر لم يصب بأي أدرار في سيق المتصل أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت عشرين طائرة مسيرة أوكرانية أطيقت على شبه جزيرة القرم صباح اليوم أضافت الوزارة أنه لم تقع أي إصابات أو أدرار كنتيجة لمحاولة الهجوم وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أربعة عشر طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات أخرى رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون روسيا قد أعادت نشر وحدات من قواتها المحمولة جوا من منطقة خيرسون إلى قطاع أورخيفة في إقليم زابوريجيا ويخوض جيش السلاح المشترك الثامن والخمسون معركة كبيرة لمواجهة الهجمات الأوكرانية أيضا وفقا للاستخبارات البريطانية تشير تقارير إلى أنه من المرجح أن تؤدي إعادة الانتشار إلى إضعاف دفاعات روسيا بالقرب من الضيفة الشرقية لنهر دينابرو حيث تتعرض لمضيقات متزايدة من قبل الغارات البرمائية الأوكرانية أطلقت أوكرانيا والمملكة المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات على مستوى العمل فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية ذكر مكتب الرئيس الأوكراني في بيان أن المملكة المتحدة أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي بدأت مع أوكرانيا المفاوضات ذات الصلة وأضاف البيان أن المفاوضات شهدت ديناميكيات إيجابية لتنفيذ الالتزامات الأمنية من جانب شركاء كييف الدوليين الرئيسيين اشتركوا في القناة